أتوقع أنه سمحت السيد ببعيد عن ما يحدث متوقع ومراقب بشدة لكن يعني أكو لقاءات أكو لقاءات ما أتصور أكو لقاءات ما أتوقع يعني الأبواب مغلقة إيه لأن والدليل على ذلك الإطار يقول أكثر من مرة يقول نحن عندنا استعداد نلتقي لكن من الذي يقول أنه أهلا وسهلا إذن ماكو أهلا وسهلا طلب السيد بموضوع اللقاء المعلن أو المناظرة المعلنة أو تحت هذا آخر ما ظهر به هي التغريدة الأخيرة قال أنا مستعد ما بعدها شنو المتوقع هم يشخليش قولوا حكومة الخميس المتوقع من التيار ما بعد الخميس شنو ما بعد الخميس أكيد التيار الموقف واضح شنو ما بعد الخميس يعني التيار ما راح يترك المرة الحكومة تتشكل بمزاج حزبي أو بمزاج مصالح حزبي يقول حيتركوهم يشكلون ويشوفون برنامجهم ويشوفون إذا الحكومة فائدة إذا بعد الخميس معناها بأيام معدودات إذا نتحدث ما نتحدث عن أشهر وسنوات مو بس عميات 6 ساحة شوفهم نفسهم الآن هم ما يسمعوننا الإطار والأكراد والحلبوسي والسنة والشيعة وأمريكا وإيران كلهم الآن يسمعون فتاح الشيخشي يقول التيار قوي في الحكومة وأقوى في الشارع ولا يمكن أن يهمشه كان من يكون في العملية السياسية ولا خارجية قوي في الحكومة يعني هياخذ استحقاقها قوي إذا أراد أن يشكل حكومة ياخذ استحقاقها يعني مستوزارات يعني إحنا الهدد يعني مول أمانة يعني مول محافظات لهذه الدرجة نحن نقزم أصلاح كلمة أصلاح مفردة كبيرة على 3-4 وزارات هو كان رئيس وزراء وقابق وسين أو أدنى ما شكل حكومة وتنازع لـ 73 ما قاعد وطلع السيد يا ما رح يكون هناك مشاركة فعلية بهذه الحكومة رح تشكل من قبل الإطار والسيق أو إدارة الدولة رأي الشخصي ومو رأي بل هذا الواقع التيار لم ولن يكن تبعا إلى حكومة يعرف أن نتائجها سلفا فاشلة حكومة مليئة بالفاسدين ما رح يكون إلى حصة نعم ما رح يكون إلى حصة بس الوزارات ما رح يكون